اشتركوا في القناة مجال وده مجال ولا في الاخر كله بيندرج تحت نفس العنوان لو نقول تنمية بشرية ونقول تطوير ذاتي فالتطوير الذاتي هي جزء من التنمية البشرية فأكيد فيه فرق وفيه فرق كبير كمان لأن منجرد استخدام تنمية بشرية ده استخدام متسع جدا شامل أكثر كلمة تنمية بشرية بتشمل حاجات كتير يعني مش عاوز ناخد من الوقت نحن نتكلم عنها كلمة تنمية بشرية كلمة تنمية بشكل عام بتشمل التعليم بتشمل الصحة بتشمل حقوق إنسان بتشمل حاجات كتير قوي لكن نقول تنمية ذاتية يعني ما يخص الشخص الذات أو الشخص نفس الشخص بقى سواء بينقسم الشخص على المستوى المهني يعني الشخص في العمل أو في وظيفته أو في مهاراته أو مهاراته المهنية أو الشخص على المستوى الشخصي يعني الشخص على المستوى المهارات الشخصية يعني مثلا التفكير الإيجابي الحل المشكلات إدارة الوقت التواصل والاتصال الفعال مع الآخرين. دي تنزل تحت الذات بس ناحية شخصية. أما الذات في الجزء المهني اللي اتنين دول يبقى تحت التطوير الذاتي. عشان كده التطوير الذاتي أكيد يختلف أو جزء من كلمة تنمية بشرية تشمل حاجات كثير جدا. يعني مش شايف إن هي التعبير مباشر ومناسب لأنه يتحط تنمية بشرية. إزاي أختار مظبوط الكتاب المناسب بالنسبالي في التنمية البشرية. لو إحنا بنتكلم بأنه عرضة عن التنمية البشرية. التنمية البشرية بحرها كبيرة. زي ما حضرتك قلت. وكلمة شاملة جدا. إزاي أختار الكتاب المناسب بالنسبالي أنا علشان أقدر أستفيد منه بجده. وما بقاش بقى أرى كلام كله عنوين وكلاشيهات. وفي الآخر أنا مش عارف أطبقه. وفي الآخر أنا مش هقدر أستفيد منه. في الكتب في حاجة من الاتنين. أنا محتاج إيه؟ أو أنا عجبني إيه؟ حلو. أنا محتاج إيه؟ يبقى أنا هدخل المعرض بتاع معرض الكتاب أو أي مكان. وأخذ اللي أنا محتاجه. أنا اليومين دول مثلا لو عندي مشكلة في اتخاذ قرار. يبقى هدخل أجيب كتب عن اتخاذ القرار. عن مهارات اتخاذ القرار. خطوات اتخاذ القرار. عندي مشكلة في حياتي عن إدارة الوقت. ببعرفش هدير وقت صح. يومي في حاجات كتيرة ومتلخبت في اليوم بتاعي. يبقى أروح أدور عن حاجة في إدارة الوقت. يبقى ده ما أحتاجه. طب أنا مثلا داخل على شغل وعندي شغل مهم. عاوز أعمل للشغل ده. يبقى أجيب حاجة تسعبني في الانضمام إلى العمل الجديد ده. يبقى ده ما أحتاجه. عشان يختار اللي هو عاوزه. نمرأ اتنين. في فرق بين ما يعجبه. يعني بندخل معرض الكتاب. كلنا يمكن كنا كده زمان وكل المشاهدين معاك يدخلوا معرض الكتاب. بندخل معرض الكتاب. نجيب كتب كتير جدا جدا نروح البيت ونحطها في البيت وبعدين يعودوا جنب إخواتهم الكتب التانيين ونطلع الكتاب كتاب نقرأ منه شوية وبعدين ما نكملوش. أنا زمان كنت كده ويمكن فيه ناس كتير كده بيشاركوني نفس التصرف أو السلوك ده. ولكن ليه علشان جبنا ما نحب مش ما نحتاج. فبناخده نشيره في البيت مع كتب كتيرة ونفاجأ في الآخر وقول يا ده أنا عندي كذا وما أرطوش ده أنا عندي كده كتير وما أرطوش وقد يؤدي إن ده الناس ما يميلوش للقراءة بعد كده أو تكون سبب شخصي لواحد مش للناس. ممكن إن شخص واحد نفسه يقول لك ما أنا بجيب كتب وما أقرأش. لا هو عشان جاب كتاب باختيار خاطئ طب أختار الكتاب إزاي بما أحتاج من الكتب مش ما يعجبني الآن من الكتب. طب ما أحتاج أجيبه يعجبني أكيد ما جيبش أكيد أي كتاب. الفرق ما بين الكتب النفسية وكتب التنمية البشرية من وجهة نظرك. لأنه برضو الحقيقة إنه في الفترة الأخيرة في ده كترة كتير جداً يبدو يعملوا كتب نفسية. قد إيه مفيدة وقد إيه ممكن تكون بتشرح حالة معينة أو مشكلة معينة. بس أحياناً برضو قارئ بيختلط على الأمر بين الكتب النفسية والكتب التنمية البشرية. هو الفرق متداخل جداً. إشرحين؟ لكن لما نيجي نقول كتب نفسية يعني تخصص اتجاه نفسي يبقى لازم ده ينزل تحت علوم علم النفس. علم النفس بقى سواء علم النفس الإيجابي. سواء علم النفس الأسرة. سواء علم نفس التعلم علم نفس المدرسي. علم نفس فيه فروع كثيرة. علم نفس المرضي. علم نفس. فروع كثيرة جداً لعلم النفس. ليه كتب تبقى فيه اتجاه علم النفس في الفروع المتنوعة من علم النفس. طب أما الكتب التنمية الذاتية. أنا بعتبر كتب التنمية الذاتية هي الجزء التطبيقي أو الجزء اللي بياخد من علم نفس التطبيقي. إيه الفرق ده علم النفس فيه فرعه كتيرة منهم فرع اسمه علم النفس التطبيقي اللي هو بياخد النظريات اللي התحطت في علم النفس وكيفية تنفيذها فينزل تحته علم النفس التطبيقي زي مثلا تعديل السلوك لما نقول احنا عاوزين نودي اولادنا لحد يعمل له تعديل السلوك يبدأ اسمه علم نفس التطبيقي ما هوش علم نفس بس لأ ده تطبيقي تعديل السلوك يبيع تطبيق لنظريات علم النفس ناخد من علم النفس الإيجابي ويبقى تطبيقي طيب التنمية الذاتية علشان ما نروحش بعيد من السؤال طيب التنمية الذاتيةapa اللي بيحصل في كتب التنمية الذاتية أو التنمية البشرية أو التطوير الذاتي ايا كان المصطلح اللي بيتقال هو تطبيق من أشخاص سواء بقى متخصص أو غير متخصص ده جزء تاني خالص الأشخاص دولة بياخدوا إيه بياخدوا من علم النفس تطبيقات يبدأ ينفذها طور حياتك طور ذاتك اصنع كذا اصنع كذا اصنع كذا فهو بياخد إيه هو بياخد من علم النفس بس جزء وبيعمل إيه بيعرضه وللأسف الشديد الكثير والكثير والكثير من اللي بيعرض أجزاء ماخوزة من علم النفس هو بيعرضها أروع وأجمل بكتير من البعض مش أكيد من الكل من البعض اللي متخصص في علم النفس وبيعرض الجزء ده في علم النفس ليه من وجهة ناظرك ليه بيعرضها بشكل أحسن أو أصبت ليه لأن فكرة التنمية الذاتية أو التدريب هي التنمية الذاتية أيمة عليه أيمة على التدريب وخرجت من مدارس التدريب مدارس التدريب طبعا بقى أستاذتها يعني مش عاوزين نخد في تفاصيلهم كثير أستاذت أفضل واحد متحدث تحفيزي في العالم أنتين روبيز أو تاني روبيز طبعا ده أنا من واحد في العالم كله في التحفيز طبعا أستاذنا في المنطقة في الوطن العربي دكتور إبراهيم الفقر رحمه الله طبعا كنا لسه نتكلم عنه دلوقتي طبعا حق نجاحات كبيرة جدا وحق الجماهيرية كبيرة جدا بالضبط برغم ناس منقاسمين في ناس يحبوه في ناس ليهم بعض التحفظات لكن ده هو من أرصى التدريب والتطوير الذاتي في الوطن العربي بلا شك كمان فالناس أخدوا منين؟ أخدوا من المدرسة دي يا المدرسة التحفيزية بتاعت أنتوني روبيز يا من المدرسة بتاعت أستاذنا دكتور إبراهيم الفقي يا من بعض المدارس الكثيرة طبعا في أسد زرائعين كتير موجودين فدول خرجوا أسلوبهم إيه؟ يا تحفيزي فبيديك المونتيفيشن والتحفيز اللي يخليك تحب تقرأ الكتاب واللي يخليك تحب تحضر المحاضرة ويخليك تسمع وحاوز أنا مبسوط من المحاضرة أو من الكورس أو من الورجشوب دي فأنت متحمس جدا يبقى ده المدرسة التحفيزية يا إما مهارات الإلقاء الجيد طريقة جيدة في العرض وفي التقديم وفي الإلقاء فالناس يحبوا المحاضرة دي فالناس يحبوا الكتاب ده دول مدرسة تطوير ذاتي اللي أنا واحد من هنا وواحد من هنا على الفكرة أنا أخصائي نفسي وفي نفس الوقت في تطوير ذاتي فبالتالي دي مدرسة عشان كده أرجع للسؤال اللي حضرتك قلته تاني طب ليه دول أحيانا بيعرضوا من المدرسة دي أشياء بطريقة أفضل لأن احنا قلنا دول يبشتغلوا تحفيز على أسس تحفيزية اللي هم عارفين يعني إيه تحفيز وكيفية التحفيز الصحيح يا إما دارسين الحاجات اللي الناس بيحبوها الناس احتياجات الناس بيقولوها أما الجزء التاني فللأسف أروع ما يكون علم النفس وأروع ما يكون كل أساسة علم النفس وكل ما في علم النفس رائع ولكن نسبة كم في المية هنا بيعرض بطريقة رائعة ونسبة كم في المية هنا بيعرض بطريقة رائعة للأسف الشديد لأن المدرسة العلمية الحقيقية الصحيحة ما يستطيع أن يعرض حكته ويعرض منتجه ويعرض علمه العدد فيها أليل جدا اللي بيقدم العرض الرائع عشان كده التنمية الذاتية أخدت إقبال وسحبت الكثير من القراءات ومن المفهيم عن علم النفس جميل طيب إحنا عايزين بقى المشاهد يستفيد من أمود حضرتك معنا أو عايزين المشاهد يستفيد من الملخصات والمؤلفات الكبيرة اللي حضرتك كتبتها ما فيش حد فينا عايز يعيش حياة فيها ضغوط فيها مشاكل فيها توطر فيها حزن ولكن هو جزء لا يتجزأ من الحياة وهي دي الدنيا وهي دي حياتنا إزاي بتساعد الناس على التخلص من مشاكلها أو تخطيها أو تخلص من ضغوطها إزاي بتساعد الناس على تقبل الحياة كما هي لأن أنا لو ما تقبلتش مش هقدر أتعايش معاها فابتدي بقى كده تدينا روشتات سريعة تنموية من وجهة نظر حضرتك نقدر نساعد بها المشاهد ونساعد بها نفسنا كمان عن ضغوطاتنا نبتدي بالضغوطات والمشاكل ولكن الخير نبتدي بالكلام ده بعد الفاصل على طول ونرجع نبتدي نتكلم في تفاصيل تقدر تساعدنا إن إحنا نتخطى أزماتنا وضغوطاتنا في حياتنا فضاء بجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه منوارنا أستاذ أحمد قدوس استشاري التدريب والتطوير الذاتي قبل الفاصل على طول كنت ابتديت أسأله عن إزاي من وجهة نظره طبعا ومن خلال مؤلفاته وممكن يساعدنا بإن إحنا نحاول نتقبل الحياة زي ما هي نحاول نتخطى ضغوطاتنا نحاول نقلل من توطرنا نحاول نعدي المشاكل اللي بتوجهنا في حياتنا أول ما نقول كلمة ضغوط فنقوم سألين السؤال هو يعني إيه ضغوط؟ يعني إيه ضغوط؟ يبقى كل واحد بيشوف ندريب سمعني لما قوله يعني إيه ضغوط؟ يقول لك يعني حاجة كتيرة وعندي مشاكل وعندي تحديات لكن كلمة ضغوط نفسها هو لسه مش شايفها بشكل صحيح إحنا لما نشوف المشكلة بشكل صحيح هنقدر ساعتها نتعامل معاها أو نخرج من الضغوط دي الضغوط هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مطالب أكتر من الموارد أنا مطلوب مني شغلي كتير جدا أعمله واللي عندي وقت قد كده عندي وقت لايل قوي أنا في البيت مع الولاد ومش عارف إيه وعندي كذا والمدارس والواجبات بتاعت الولاد والأب والأو حاجات كتير قوي طب بس أنا ما عنديش وقت يبقى مطالب 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 حتى عنده احتياجات مالية والتزامات مالية والمورد أقل فيه المورد المالي بالنسبة له كشخص في البيت أو في الأسرة دي يبقى دول كلهم يؤدوا إلى الضغوط هو ده كلمة الضغط أو السترس ده شرح كلمة الضغط بالزبط اللي هي مطالب أكثر من الموارد اللي هي أكثر من تعريف بس هذا التعريف اللي أنا أفضله جدا أبسط تعريف مطالب أكثر من موارد طيب لو إحنا عيشنا في الوضع الأول مطالب حوالينا في الحياة أكثر من الموارد اللي عندنا ما عندناش غير حلين ينقلل المطالب اللي علينا يعني بدل ما أنت بتكون بتقول أنا عاوز أعمل كذا وكذا وكذا قلل الحاجات اللي أنت عايزها يا إما تزود الموارد بتاعتك تزود الموارد بتاعتك يعني بتشتغل على نفسك تطوير شخصيتك تطوير دخلك تطوير عملك تطوير الحاجة اللي أنت عاوز فيها مطالب كتيرة يبقى زود الموارد اللي عندك أو مفيش بديل أو أن أنا مفكرش أن أنا أعمل كل الحاجات دي برضي مرة واحدة أحيانا البني آدم بيحمل نفسه فقط قطور وأحيانا بيبقى عايز يعمل حاجات كتير قوي وأحيانا بيطلب كمان أو بيطلب منه أن يكون مثالي في كل حاجة بيعملها يبقى الرضا والقبول بقى يرضى بدأ يعني يرضى بدأ يرضى بدأ أنه يرضى أنه خلاص هو عارف أنه فيه عنده قدرات معينة ومهارات معينة ولكن الرضا ما يمنعوش من الطموح ما يمنعوش من الطموح حشان ما مويتش الأمل عند الناس بالعكس أنا حايز يبقى فيه طموح عند الناس أكيد وطموح مرتفع ولكن على أرض الواقع طموح مرتفع لكن ممكن طموح مرتفع لكن يقدر يحققه ويسعى أنه يحققه فعلا ويبذل جهدين يحققه فبقى أول حاجة نبدأ نعرف في حياتنا إحنا مطالبنا إيه ومواردنا إيه وإزاي نزود الموارد بتاعته الأسرة بتاعت العيلة بتاعت البيت يمكن نزود موارده في شهاداته ممكن جدا نروح يتعلم يروح يدرس تاني ومن الدراسة ومن التعليم يزود الدخل بتاعه ممكن يدور على موارد عمل آخر ممكن على حسب هو محتاج إيه أو إيه الحاجة اللي هتزود له الموارد بتاعته عشان يغطي البطالب بتاعته يبدأ أول حاجة في الضغوط إلي أنا أفهم إيه هي الضغوط وأبقدي أتعامل معها مظبوط وأمسائل نفسي ثلاث أسئلة السؤال الأولاني ما أنا فيه الآن من الضغوط أو التحديات أو المشكلات عشان الناس اللي بيسمعها تقولك أنا حياتي والمشاكل والعيال والبيت والشهر ما أنت فيه من تحديات الآن إذا استمرت عليه زي ما أنت كده هل تضمن لنفسك أنك تكون مستقر صحيا ونفسيا واجتماعيا على المدى البعيد وتفضل كويس أعتقد لا كل الناس هيصرح وقولك لا إحنا بعد كده هنروح مستشفى هنعمل حاجة في العيال يا كذا يا كذا يا كذا ليه؟ يبقى أول حاجة وضعك الحالي لما تشوف المشكلة اللي عندك أنك مضغوط ولو استمرت كده هتعي ضغط ولا سكر ولا مشكلات ولا مشاكل تحصل في الأسرة ده ممكن يحصل طلاق في الأسرة وممكن يحصل مشكلة كبيرة بين الأم وأبنائها أو الأب وأبنائها يسيب أثر في الطفل الصغير لما يكبر ضد أبوه وأمه بسبب أب جاي عنده تحديات ومشاكل يعمل مشكلة في البيت الضخمة وبعد كده السبب كان بسيط وكان قليل أو أم مضغوطة وراء مسئوليات كثيرة جدا وفي نفس الوقت الموضوع ممكن يتخذ بهدوء شوية بالضبط يبقى أول حاجة قيم موقفك الآن لو فضلت زي ما أنت في حياتك يا ترى الدنيا هتمشي جميلة ولا هتتعب أكتر وتتعب لحواليك هتحس أنك محتاج تهدي السرعة شوية بالضبط نمرأ اتنين نمرأ اتنين وأنا كمان أهدي السرعة كمان مع المشاكل نمرأ اتنين بعدما قيمت موقفك ده طب أنت ماذا تريد أنت عايز إيه في المستقبل لنفسك ولا الأسرتك ولا لأولادك أنت عايز إيه أنت عمل تجري ديه في الآخر عايز توصل لإيه بالضبط عمل تجري بنسأل بسنا السؤال ده على فكرة أوقات وبعدين يعني وفي الآخر إيه لا هيحصل إيه اللي أنا عايزه بالضبط ومع اللي أنا عايزه ده أولوياته مين نمرأ واحد ومين نمرأ اتنين لكن إحنا كلنا عاوزين حاجات كتير قوي ويلا دلوقتي ويلا كذا والواحد مشغول هنا ومشغول هنا ومشغول هنا لا اكتب على ده واحد وعلى ده اتنين وعلى ده ثلاثة وأربع حط أولوياتك ويلا بقى ابدأ ابزل مجود هنا بعدين هنا بعدين هنا ثم ياخد كل دولة وراء بعضيهم بعد ما نخلص الاتنين دولة يبقى إيه ما المطلوب مني أن نعمله علشان أقدر حقق الاتنين الأولانين طب هل أعمل إيه بقى أبدأ إزاي بقى أتحرك منين أبدأ منين طب هبدأ منين أني هوجد عمل جديد هبدأ منين هروح أدرس وتعلم وطور شهاداتي أو مستويات العلمي أو التعليمي هبدأ منين هقلل نفقاتي هبدأ منين هشوف مورد ادخار أو شكل الادخار عفوا هبدأ منين من الاستثمار أني أبدأ حط الفلوس هقلل الاستهلاء يبقى فيه حاجات كتير قوي هبدأ أعملها هنا علشان دية تبدأ تديلي أهدافي وأحلامي علشان دية توصلني للراحة بقى النفسية اللي مع الزمن ما تودنش في مشاكل أو في تحديات يبقى دوية خط عملي للمشاهد يمشي عليه فعلي مين مضغوط أكتر من وجهة نظر حضرتك ومن خلال خبرة حضرتك الرجالة ولا الستة مين أكتر عليه ضغوط أياً ما كان إيه شكله هو الضغوط يعني مش لازم تكون مدية احنا بنتكلم بشكل عام من يتحمل أكتر الرجالة فلو قلنا ضغوط بشكل معنى كلمة ضغوط وعملنا مساوامة بين الاتنين في اللحظة بتاعت الضغوط هممكن رجل ما يشتكيش من الضغط اللي عنده وممكن الستة تشتكي أكتر فمين المضغوط اللي مش متحمل أكتر أكيد السيدات عليهم عبء رهيب جداً وفي نفس الوقت الصلابة النفسية لمواجهة الضغوط عند المرأة أقل من الصلابة النفسية عند الرجل لمواجهة الضغوط فبالتالي هي يعني الضغوط عند الستة أكتر الشعور عندها أعلى من شعور الرجل بالضغوط لأن الرجل خلق بطبيعة يتحمل عنده حتى الكونسبت مش قدرة عضلية قدرة نفسية في فكره كده هو متربي كده اتحمل عشان كذا وانت المسؤول عن البيت لو هو مثلا عنده خد بنات انت الأخ الكبير انت الراجل عنده بنات انت المسؤول عنه فهو خلاص فعنده استعداد يواجه المشكلات أو التحديات والألام هي بأسلوبها أو بشخصيتها أو بطبيعتها أو بفطرتها هي بتسعى لإيه تسعى لأنها تحقق ما تريد ولكن مش هتتحمل بنفس قدرة التحمل بتاع الرجل بطبيعة طبيعة الرجل وطبيعة المرأة كلمت عن المهارات السابعة التواصل طبعا إيه هما؟ طيب حاضر الأول فكرة الكتاب ده جات إزاي أنا خلينا نذكر حاجة إن فيه تحديات كتيرة ومشاكل كتيرة بتحصل بين الناس من غير ما يكون لها أسس يعني نقول هو إيه اللي حصل مش عارفين اختلفوا بس ندور طب إيه السبب اختلفوا ليه ولما نرجع نشوف سبب الخلاف نايم هما الاتنين متوافقين مع بعض أو شخصين متوافقين مع بعض لكن الخلاف كان نتيجة التواصل كلمة اسلوب تعامل فأنا عامل به حتى كان دراس الماجستير طبعا تواصل دي كانت في الموضوع ده كمان ممكن تكون سبب في حاجات كتيرة جدا في كل حاجة في العمل في التجارة في كل شيء في الحقيقة في كل حاجة فبدأت أقول يا ترى إيه هي الحاجات اللي ممكن المهارات وما كانوش لسه سابع كنتش أعرف كامل المهارات اللي تخلي الناس يتواصلوا بطريقة جيدة اللي تخلي الناس يبقوا رائعين كده في التواصل مع بعض فقلت أول حاجة يفهموا التواصل فدي نمرة واحدة يعني إيه تواصل يعني إيه تواصل التواصل عشان نقوله نبقى نقوله يا إيه الفرق من التواصل والاتصال ماشي حضرتك ممكن تاخد اتصال تليفوني دلوقتي حالا صحيح تقولي قالو تم يعاملها اتصال صحيح ده فعلا ما يحصل شيء فقط صحيح هيبقى اتصال أوكي بس في نقطة بعد حقيقة ما تعمل الاتصال من اتجاهك هيحصل رد هيحصل رد وهتتكلمي ويحصل رد تاني ماشي يبقى ده بقى تواصل على كلمة تفاعل تفاعل يبقى طرفين متساويين يحصل تفاعل بينهم وفي اللغة العربية تواصل تفاعل طيب أمان لو اتصال يبقى افتعال تخيالي أنا بقول لحضرتك صباح الخير أنا آسف يعني في الطريقة صباح الخير قلتها كده ودورت وشي إيه ده 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 عفو ده إيه اللي تزوم من أحمد دي ما يصحش أحمد يقول صباح الخير بالطريقة دي لأن أحمد ممكن جدا هو لا يقصد ولكن إيه أحمد عمل اتصال مش تواصل فالرسالة لما توصل أنت بتبعث الرسالة ومنتظر إيه الرد اللي هتاخده بالشكل المناسب والأسلوب المناسب يبقى أنت كمان تبعث الرسالة بالشكل المناسب والأسلوب المناسب عشان كده بنقول لكل المشاهدين اللي بيشوفوا حضرتك دلوقتي نقول لهم إيه خلوا تواصلكم مع الناس تواصل ما يكونش اتصال وإنت بتقول الكلمة فكر بعد كده الشخص اللي قدامك هيسمعها إزاي وهيحسها إزاي وإنت بتتعامل في عملك وفي حياتك يبقى تواصل مش اتصال محتاجين لك أمل بقية المهارات حاضر بعد المهارة الأولى التواصل نروح لمهارة التانية حاجة اسمها إيه بنك المشاعر يعني بنك المشاعر يعني إيه كل واحد بيروح يفتح حساب في البنك ناس كلها عندنا حسابات في البنك حل حل حنسأل المشاهدين كده سؤال ويجاوبوا بس من هما في البيت لما نقول لهم طيب إنت لما بتروح البنك تفتح الحساب الحساب يكون فيه فلوس لا ولا بيبقى بالزرق يبقى زيره يبدأ زيره طيب تحب حسابك يزيد أكيد طيب البنك بقى عنده حسابات كتيرة ولا هو يعني العميل ملايين الملايين صحيح وهكذا القلوب قلوبنا هي كمان بنك البنك ده فيه حساب لأخويا والأختي والبابا وماما ومديري وزميلي وصديق والرجل اللي بقابله في الشارع واللي بقابله في محل بقى فيه بنك مشاعر البنك ده فيه سلوكيات تزود البنك في التعامل مع الناس وفيه سلوكيات تقلل بنك المشاعر فناخد بالنا مشاعرنا عامل إيه مع الآخرين قبل ما نشوف الآخرين عاملين معنا ايه ايه تاني غير بنك المشاعر بعد بنك المشاعر بنروح بعد كده للإستماع الفعال ازاي أسمع صح علشان أسمع صح أكيد لازم أنظر للشخص في عيني الايكون تبقى في الاربعين في المية ودي كلها مهارات تواصل فعلا ايه تاني غير السامع بعد كده أتكلم صح أن الكلمة تخرج في الوقت المناسب بالشكل المناسب بالأسلوب المناسب بعد كده أوم رايح إلى الايه وبعد ما تفهم الآخر نروح للبادي لانجوش افهم لغة جسده هتتواصل معه صح جميل جميل من وجهة نظر حضرتك إزاي نقدر نطور نفسنا في التنمية البشرية في تنمية ذاتنا بشكل عام كل واحد يحدد أهدافه واحتياجاته في الحياة أهدافك إيه وحلمك عاوز تكون فين والحلم ده محتاج تعمل إيه علشان توصله لأن الناس بيجروا بيجروا وبعد ما يبيصلوا يقولوا أنا محققش لا نعاوز لا حدد هدفك وبعدين طور نفسك عشان توصل لهنا أنا بشكرك على وجودك معنا جدا وأتمنى أننا كان عندنا وقت أطوى نقدر نتكلم ونستفيد أكتر بس أكيد هيكون لنا حلقات تانية أكيد شكرا لك شكرا لكل مشاهدينك شكرا بشكر طبعا كل المشاهدين النهاردة كلمنا مع أستاذ أحمد قدوس استشاري التدريب والتطوير الذاتي عن التنمية البشرية والتنمية الذاتية بشكل عام بشكركم وأتمنى أنتم تكونوا استفدتوا من حلقاتنا النهاردة كان معكم رانيا السايد شكرا